وفي وسط وجهت حكومة السودان بعودة العمل بالمشاريع الاستصلاحية المتلكئة منذ سنوات ضمن برنامجها لدعم النفط الدائم وإيقافها در المال العام حيث سترفد الخطة الزراعية بأكثر من خمسين ألف دونم وتضمن وجود مليوني دونم عند صيانة المشاريع القائمة لحماية الأمن الغذائي التفاصيل مع محمد الإمارة ضمن برنامج الحكومة لدعم النفط الدائم عبر إعادة العمل بالمشاريع الزراعية المتوقفة وزارة الموارد المائية تباشر بإعادة العمل بأربعة مشاريع استصلاحية متوقفة منذ سنوات يؤمل لها أن تسهم بإدخال أكثر من خمسين ألف دونم ضمن الخطة الزراعية في وسط باشرت كوادر مديرية الموارد المائية على إعادة وفتح مراحل مشاريع أروائية منها مشروع كوتب تيرا ومشروع غرب الغراف ومشروع النظام المغلق هذه المشاريع مهمة خاصة بالنسبة لمحافظة مثل محافظة واسط المحافظات الزراعية التي ترفض المحافظة والعراق بالمحاصيل استراتيجية وخصوصا المحصول لحنطة تقدر بإعادة افتتاح تلك المشاريع بخمسين ألف دونم وتطمح الحكومة المحلية في واسط في عودة العمل بجميع المشاريع الاستراتيجية المتوقفة في القطاع الزراعية مؤكدة أن مثل هذا الأمر سيضيف مليوني دونم لخطة واسط الزراعية فيما حذر النواب عن المحافظة مما غبت اندثار هذه المشاريع وهدر أموالها مع استمرار توقفها المشاريع المخططة استصلاحها والذي نأمل المباشرة به هو مشروع أواصل دجلة مثل ما قلت 421 ألف دونم إضافة إلى مشروع الغراف الأيمن والأيسر بحدود 600 ألف دونم ومشروع كوتيب تيرا تزاوز المليون دونم وإضافة إلى صيانة المشاريع القائمة وبعملية بسيطة يكون في المحافظة بحدود مليونين دونم أعتقد بأنه المشروع كل ما طال يعني أمد انتظاره كل ما طال التوقف مالته فهذا هو مضرب المال العام ومضرب مصلحة الدولة فمن الأفضل بأنه معالجة كل هذه المشاريع الوزارية المتلكة في محافظاتنا دعم حكومي لسلة خبز العراق يرافقه طموح محلي كبير لعادة الهوية الزراعية لواسطة مما يجعلها صمام الأمن الغذائي للبلاد من محافظة واسط محمد الإمارة دجلة شكرا